أهلاً أحباتي وعشركم بروكا الله يدخل عليكم بصحة والسلامة وبشما تتمنوا لكم والحبابكم بإذن الله ويجعلوا عيد مبارك مسعود باللماء ديالكم ما أحبابكم واليوم إن شاء الله غادي نطلقوا في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه جوج وصفات ديال الحلويات غادي نشوفوا هاد الغريبة اللي تجيمة بين غريبة والصابلين من أروح خطيرة بزاف 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 هادي بثات لابد لابد تكون على مائدة الإفطار ديالكم نهار العيد بإذن الله لازم وغادي نشوفوا أيضاً الوصفة أو الوصفة الفقاس الغنية للتعريف الفقاس المغربي فقاسنا ديال الطفولة اللي بالكون فيتور حتي يجي لديد مختلف يمكن لنا العجنة دياله نسموها بأي حاجة بغينة يمكن لنا نعمره بأي حاجة بغينة من الداخل تبقى الفقاس شي حاجة اللي ما تتخطاناش في جميع المناسبات وجميع الطوبلات المغربية ديال آياد وديال المناسبات سوف ندعو على بركات الله نشوفوا أول وصفة اللي هي ديال الغريبة جيخة طيرة بزاف زافة ديال الغريبة سوف نحتاجون لها مائة وخمسين جرام ديال الزبدة من أصل الحيواني كاس ديال السكر القياس بكاس ديال العنباء كاس ديال اللوز اللي يمتحون بحلاكة من بعد محمرناه جوج صفر بيضاء سوف نحتاجوا البيض نخليوهن من بعد ووحد الخمارة طريقة ديال الخدمة سهلة كيف كتليكم هات غريبة ستجيب تقريبا بحل شكل ديال السابلي غير هو تكون محلولة واحد شوية مهمية فيها واحد الهشة واحد الخفة غزلة بزاف جامعة غريبة هشيشة خفيفة وصابلي هشيشة ديال الشيشة سوف نخدموها الخدمة ديال تقريبا بحل خدمة ديال السابلي سوف ناخدو ديال زبدة اللي عندنا كيف كتليكم الاحسن تكون من اصل الحيواني سوف نزيدو عليها سكر ثاني دا كاس ونبدو نخدموها بحل هكا ونضيفو ديال اللوز اللوز اللي عندي هنا فانا حمرته واحد شوية عبت حنتو وضفته بطبيعة الحل ممكن تضيفو كوكو هاد الغريبة هادى او هادى الحلوة هادى تتمشى او تتواتى بزاف مع مدق ديال كوكو اللي توفر عندو كوكو يديرو تيجي رائح تهو بزاف بزاف المهم غير يتحمر شي شوية ولكنتو غادي تديرو كوكو منقشروش حتى هو هادى نحمروه شي شوية ونطحنوه ونستعملوه بالنسبة للقياس سواء اللوز او لكوكو فحنة نعبروه قبل ما نطحنوه يعني نعبرو كاس ديال اللوز او لكاس ديال كوكو قبل ما يتتحن نحمروه ونطحنوه ونضيفوه مباشرة سوف نخدمو الخليط مزيان بحال هكا حتى تندمج لنا الزبدة والسكر مزيان ونضيفو الجوج الصفر للبيدات اللي عندي البيدات اللي عندي سوف نخليوه حتى سوف نستعملوه في الزيين اللي حلوة من بعد سوف نزيد دقيق شوية بشوية مع ذاك الخمارة اللي عندي سوف نجمع بحال هكا كيف كنت لكم الخدمة سوف تكون بحال شكل ديال الصابلي سوف ندلكوها نهائيه انتو ماشتوه غير تشوفوا لي درسي ديال بشوية بحال هكا وتنجمع العجينا بذيك طريقة عارفو يعني ما غاليش ندلكها سوف نحاول ما امكان غير نجمعها وندخل فيها دقيق بلا ما تدلك باش تبقى هشيشة وتجي زوينا اما إلي دلكناها فما غاليش نجينا نهائيه نتيجة بحال هاكا كي وغالي تجينا الحلوه بحالي تجبد من الداخل كل ما ما دلكناهاش كل ما غاليز عطينا حلوه شيشة ومقرنشة سوف نحصل على العجينا بحال هاكا غالي نخليها على جنب هنا غالي ناخد واحد الكيمية ديال اللوز إلي استعملنا اللوز في العجينا فالأكيد غالي نزوقه باللوز استعملنا كو كو في العجينا فغالي نزوقه بكو كو غالي نحمره شوية غير شوية اللوز اللي درنا لوست تيكون محمر شوية باش تخرج ديال اللوز او لقل كو كو في الحلوه أما هدا اللي غالي نديرو من الفوق اللي غالي نزينو به نحاولو ما يكونش محمر بزاف او لممكن استعملو بلات حمر لأنه غالي يتبننا في الفران ويالله مني غالي يتبن مع الحلوه غالي يجي هو هاداك وانا غالي ندوو زاكي بشتوف صفايا بحال هاكا رقيقة باش نحيد ديك الغبراء شميت هش لي مع البيت سوف نأخذ بيت البيت اللي شطلية من اللاجينة سوف نتربو بحالكة نخدمه مزيان خاصه يتخدم شوية باش يتفك باش ما يبقاش مجموع كتلة وحدة باش يسهل عليها الخدمة بي سوف نشكل اللاجينة سوف نشكل منها كويرات بحالكة صغار كل مشكلة الحلوه صغيرة كل ما غالي تجي زويونهم حدقة وغزيونها في المنظر لها بحكم ان الحلوه فيها خمارة يعني مثل سوف نتحل شوية و سوف نسكبر شوية فنصغروا الحلوه اللي شما قدينا سوف ندرها بحال شكل غريبة تماما سوف نكورها غير انا سوف نبسطها شوية بيدي سوف نعاونها باش منينطيب تجيني مسرحه و مقده بحال شكل دي الصابلي سوف نشكل لكم هذه الحلوه تجيني بين الصابلي و غريبة إلا خليتها على شكل كوبة أو على شكل غريبة هكاك مهزوزة من الفوق فما غاديش تجيني حلوه مبسطة و لا تجيني تقرميشة من الداخل حلوه يعني سوف تجيني مقرمشة و لكن لا تجيني مقرمشة بحال شكل غريبة لذا سوف نبسطها شوية لكي ندخل الفران سوف نأخذ تقرميشة كاملة من و من الداخل بحال و من جنب و من الوسط و هذه الطريقة سوف تجيني سهلة بزاف حتى نضعها بسبع ليس يناول و لا تجينيه لنطلق ليس شيئا نقرصها بحالة و نهزة و نخشاف و نضع و نضع و نضع و نضع في اللاطا نبسطها و نقضها و ندخلها للفران و يتبط لي اللوث كثيرا في وجهه و نجعلها تهزي اللوث كثيرا و كوكو كثيرا لتقرميشة فيها زوينة و جهازة سوف ندخلها للفران إما إذا كانت لدي الفران الفرفرة سوف نشعل من فوق و من تحت على 200 درجة و ندخلها طيب لدي الفران العادي فأنا سوف نشعل عليها من تحت و نشعل عليها من بعد من فوق و تأخذ ذلك اللوث كثيرا و سوف نخرجها لكي نزينها سوف ندخل الحلوة الفقاس اللي سوف نحتاج لها أربعة البيضات كاس ونصد السكر و ممكن نستعمل غير كاس واحد حتى تجي شوية حلوة و كاس زيت جوج مع الكبار ذي الزبدة من أصل الحيواني و واحد الخمارة سوف نأخذ ذلك البيض و نزيد عليه السكر سوف نضيفه غير كاس واحد حتى الفقاس يجي حلوش شوية نحن عارفين دا ببنا كل شي حاول يتفادى ذلك الحلوة الزيدة فغير كاس را غادي يكفي غادي نزيد الكاس ديال الزيت و ذاك جوج معالق هنا جوج معالق عمرين بزيان بزبدة سوف نخدم الخالط كله هنا يلا بغيت نسمها بقشرة ديال الحامضة أو لقشرة ديال الليمونة غادي تجيني زوينة من السماء زوينة بزاف هنا للاسف ما كانش متوفر عندي لحامض لليمون فما درتش فيها تشي حاجة ولكن من الأحسن قشرة ديال الليمونة إلا كانت عندي نحكا فيها تتنسم العجينة و تليجي الفقاس من السم برحة الليمون غزال سوف نخدم نخلط هكا مزيان سوف نخدمه غير بيدي حتي دوبليا السكر مزيان و يتخدم العناصر كلها و يمطر قد الفقاس العادي بحال هكا تماما و سوف نزيده دقيق شوية بشوية مع ذلك الخمارة اللي عندي حتى نحصل على عجينة ما تكونش قاسحة بزاف ما نقصح و حتى هي ما غادش نخدمها مزيان هنا الحلوة اللولة من بعد ما خرجت من الفران من بعد ما اكتسبت ذلك اللون زوين وتحمرت على حقه و طريقها كتدجي ما نقول لكم شهد الحلوة غيها قبلها ما تحتاجوا تزينوها بشوكولاترة تتجي فينا رائعة هذه سهلة تتصيبها في نص صاعي الحلوة ديالك و اجدها حتى ما فيهاش تلقيه و طبعي خطيرة و لديدة بزاف عادي فيها واحد تقرميشة وتكتسب واحد اللون غزال وتقرميشة رائعة موهم عادي نرجع للفقاس ديالنا كيف شته فانا اخديت شوية من العجينة هذك العجينة اللي عندي عادي نقسمها على 4 لكي يحرم بلات صغيرة لا تقرر الحراب الكبار لكي لا تعدد معهم سيحرم بلات صغيرة بحلقة يسهل عليها الخدمة سوف نطلق العجينة بحلقة أحسن فوق من بابي كويسون لكي يسهل علي العجينة بسرعة و سوف ندهنها بالكونفيتوغ استعملوا أي كونفيتوغ توفر عندكم الأكيد المتعارفة على هذا الفقاس فهو تكون كونفيتوغ ديال المشماش وهو اللي استعملتني غير أنا كونفيتوغ اللي استعملته أو الماركة ديال كونفيتوغ اللي كانت عندي للأسف ما كانتش منوعية جيدة فكان بحلقنا عمر غير بالكليكوز أو الناباج مع شوية ديال اللون وصافي فكان تخونسبرون كثير من اللي كان في شي حاجة ديال المشماش مهم قديت بيهو صافي فرشت واحد الكيمية منه بحل هكا أرشيت شوية ديال اللوز هذا اللوز اللي كنت غربلته على اللوز على اللوز مهرمش اللي سيبت بيهو الحلوة اللولة تهاف العمراء من الفوق بغيتو تضيفوه تبارك الله ما بغيتوش غير كونفيتوغ بوحده كافي أو لأي حاجة وحده أخرى توفرت عندكم ديروه احنا غالبا حتى هاد الفقاس سوف نعمره بالكونفيتوغ ديال المشماش مع الكوكاو كيف يمكنكم تضيفو الكمفيتوغ مع القرفة حتى وتي يأتي بزف 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 يأتي من قلد ما يكون تشيكون تيطيب رح تضيف القرفة في الفقاس ستجي زوينة سوف نلوي بحلقة بذيك البابيتي عاوني بسرعة أنا نلويك وما ننساش نضغط على الأجينة بحلقة لكي تتبت سوف ندهنا بشوية ديالبيت البيت لكي أعطني ذيك التحمير زوينة في الوجه ودخلتو الفران الفران اللي غادي يكون شاعل على عافية 150 درجة حتى 140 درجة انتو معارف الفقاس خاص يطيب على عافية مهيلة بزاف غير يشد راسو يبدأ يتحمر لي شوية من جنب نخرجو باش نخليه برد ونقطوه صافي هنا يا الحلوة غادي ندوز نزينها على ما يوجد لي الفقاس من الفران على ما يطيب دوبت شوية ديال الشوكولات الكحل غادي نزوقها بشوكولات الكحل وشوكولات البيض هاد الحلوة هادي تتجيحة بشكل أنا نشدوها ونغطسو نص ديالها في شوكولات الكحل وعاد نديرو ذاك الخويتات من شوكولات البيض هكا على الوجه كامل أنا شخصيا سنفضلها بها الطريقة ديال ذاكي بصورت أمامن فجيع ذاكي بصوره بصورت شوكولات الكحل بنفس الطريقة في شوكولات البيض نفس التي يجب من شوكولات الكحل ويزن بصورها مستخدم طريقة ونجمع الشوكولات برد جيدا ونجمعها من أرواح ومن ألد ما يكون فقاس من بعد ما طاب سنقطعه بحلاكة أنا في الحقيقة ربما لا نكتب إليكم برد غير خرجه من الفرن سنقطع فيه بحلاكة إن المسكن عندي ماضي وفقاس لم يجد طابق صاح بزاف يعني غير شد فرسه مزيان ويالله بيتحمر في الجنب فعاوني أنني نقطعه بسهولة بلا ما نحتاج نخليه يبرد ولا يباز ولا حتى شي حاجة هنا تقريبا نخليته واحد لاشها دقائق وبدأت نقطع فيه سوف نستفق من اللاطة بحلاكة هذه اللاطة نتلي طيبت فيها الفقاس في الأول خليتها بالبابي ديالها وستفتع ليها الفقاس ودخلته الفرن يتحمر الفرن كانش على درجة حرارة 200 ونخلي واحدة يتحمر مزيان ويكتسب ديكل لون زوين سوف نخرجه وهذا ما كان الفيديو ديالنا سيكون سالحة نشوفكم إن شاء الله في الفيديو الماجي من هنا لتماء خليت لكم من هنا لما يفناء شكرا وسلاما شكرا شكرا